ولكن زي ما قلت لحضراتكم النهاردة ماتش صعب ممكن تابعنا كلنا الانطلاقة القوية لفرقة غاز المحلة بقيادة بابا فاسيليو اللي هو المدرب اليوناني أو المدير الفني اليوناني أو القبروسي وشايفين ان نادي غاز المحلة بداية بتاعته استنادي غير متوقعة داية جيدة جدا 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 لعب اربع ماتشات كسبان تلاتة ومتعادل مباراة كسبان اتنين بره ملعبه ومتعادل فن بره بره ملعبه كسبان جوه ملعبه مباراة بيقدم مستوىات جيدة وزي ما شفنا الفترة اللي فاتت كان عنده مشكلة مع المدير الفني الأبروسي ولكن بعد تدخلات جميع المسؤولين في معادة الأمم المتحدة وصل تاني الراجل مرة تانية للمحلة وحيكمل مع الفرقة وحنا على فكرة احنا بنحب الاستقرار لجميع الأندية هتقول الجميع الأندية اه والله الجميع الأندية والله الجميع الأندية لان احنا ننادي الأهل لان استقرار الأندية المصرية في مصلحة الكرة المصرية انا عايز استقرار جميع الأندية بس اللي حصل مبالغ فيه قوي 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 وبلش اتكلم اكتر من كده اني اتكلمت خلاص انما الماتش فني مش سهل لا على النادي الاهلي ولا على فرقة المحلة اللي معظمها لعيبة صغيرة في السن مكتهدة مكافحة السنة دي بدئين بداية قوية جدا على فكرة النادي المحلة من ساعة ما تلعب من سنتين وكان بقياة الكابتن خالد عيد بيبدأ بمستوىات قوية لكن السنة دي قوية قوية يعني بينافس من البداية لكن السنتين اللي فاتوا بدايتوا في الدور الاول هي اللي بتخليه يكمل الدور التاني الدور التاني بيقع شوية النتائج ما بتبقاش بيصالحه شوية فبتخليه يكمل بناء على نتائج الدور الاول لكن هو السنة دي لا بدئ بداية قوية بداية منافسة بداية فريق بينافس مليش دعو باللي جاي انا ليه دعو باللي احنا في دلوقتي فريق قوي اه فريق قوي النادي الاهلي فريق قوي طبعا النادي الاهلي فريق قوي وعايز اقول حاجة للناس اللي هي كانت بتشوه مكسب الاهلي ماتش تلاقي على الجيش على فكرة في حاجة انتو ناسينها الفرق الكبيرة لما مش في افضل حالتها تعرف تكسب ازاي وده النادي الاهلي وده النادي الاهلي دي ايجابية من دامني ايجابيات المباراة اللي فاتت لان الناس قاعدت تطلع سلبيات كلها سلبيات الاداء سايق مش عارف مين كان وحش مش عارف مي ايه الشنوي كان مسؤول عن ايه لا اصلا النادي الاهلي في الاخر كسب ولا والغريبة ان هم ايه يقولك ايه انت ما بتقولش الحق انت لازم تقول الحق هونا لازم هاجم النادي الاهلي لا ما ببهاجمش النادي الاهلي انما احيانا بننتقد للصالح العام بننتقد للصالح العام الاداء ما كانش الافضل الاداء ما كانش كويس كلنا اعترفنا بكده ولكن المهم وانا اللي يهمني السنة دي بالزال لأن دي رد اعتبار لحاجات كتير قوي وخصوصا اللعيبة في الملعب وخصوصا اللعيبة اللي في الملعب دي رد اعتبار سنة رد الاعتبار أنا عايز مكسب وعايز عروض حلوة زي عادة جمهور الأهلي كلنا عايزين إحنا بنحب كده لأن ده سمة من سمات النادي الأهلي أنا عايز كده بس تفرض مجالس اللعب الحلو لأنا عايز ثلاثة بند عايز ثلاثة نقط التاريخ بعد كده مش هيقول لك ده سنة عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين لما الأهلي ان شاء الله ان شاء الله ناخد الدور لما الأهلي خد الدوري كان وحش أو لعب كل ما تشاهده حلو التاريخ ما بيذكرش كده التاريخ بيذكر نتايك هو حد فاكر لما احنا لعبنا سنة كام وحش خدنا الدوري ولما لعبنا سنة كام حلو ما خدناش الدوري ولا المنافس لعب إمتى حلو ولعب وحش لا التاريخ أرقام وطول من نادي الأهلي بيكسب بيصنع التاريخ وعشان كده في فوارق كبيرة جدا بيننا بيننا وبين جميع الأندية بينه وبين جميع الأندية الفوارق كبيرة بالتاريخ بالأرقام أنا عايز أكسب ما لعبتش كويس أكسب وده المهم أنا عندي الثلاث نقاط هم الأهم حيقول لي بقى أصل اللعبة كان وحش اللعبة كان بطير اللعبة مش لا يا حبيبي ماشي ماشي هي المعادلة صعبة المعادلة ودينا شايفيني النهاردة فيه ثلاثة أربعة بيغيبوا كمان ولكن المعادلة صعبة ما بين إنك تجمع بين الأداء الحلو والمكسب بس نفترض ما فيش أداء حلو المكسب ودي سمة الفرق الكبيرة فرق الكبيرة فيه مش حايز أول أسوأ حالتها لما ما تكونش فأفضل حالتها بتعرف تكسب إزاي وده النادي الأهلي وده النادي الأهلي إن شاء الله النهاردة إن شاء الله النهاردة يكون المكسب في الماتش الصعب ده من نصيب النادي الأهلي عشان يواصل مسير التصدره في الدوري وعشان يواصل مسيرة النتائج الأجابية نادي الأهلي الحمد لله رب العلم حتى الآن العلامة كاملة في جميع المباريات نتمنى الاستمرارية إن شاء الله